السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي عاملين ايه? يا رب كلكم تكونوا بخير وفي افسن حال وانتو بتشوفوا في فيديو النهاردة. النهاردة نعمل مع بعض كوكيز حبات القهوة او بسكوت او بتيفور حبات القهوة او البن. عايز اقول لكم حاجة كده في منتهج جمال. لو جربتوه مرة واحدة بس هيبقى ادمان عندكم بجد. خصوصا الناس اللي بتحب القهوة وكمان الناس كافيه. بجد حاجة تحفة تحفة تحفة. يعني مش هتزهقوا منه ابدا. وكمان مأدير بتاعته سهلة وبسيطة خالص خالص وبطريقته سهلة جدا. من غير اي مضرب ولا عجان ولا اي حاجة خالص. يا رب الفيديو يعجبكم تابعوا للنهاية. ولو اول مرة بتشوفوني اهلا وسهلا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. ويفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. نقول باسم الله الرحمن الرحيم تشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة انا حطيت نص كوباية ومعلقتين من السمنة ونص كوباية ومعلقتين من الزيت. يعني الكمية كلها كوباية واربع معالي. سمنة على زيت. تمام? حطيت عليهم نص كوباية من السكر البودر. ولازم يكون بودر. وبالمضرب اليادة والعادي هبدأ اضربهم مع بعض كويس جدا زي ما انتو شايفين كده. حابين تزودوا كمية السمنة عن الزيت. تمام ما فيش اي مشكلة. بس انا منستخدمها كميات متساوية. بعد كده هضيف صفار بيضة واحدة بس. وهضربهم مع بعض كده كويس. بش هنحتاج نضيف فانيليا ولا حاجة لاننا هنستخدم آآ القهوة او النسكافيه. فمش محتاجين ان احنا نضيف آآ اللي هو الفانيليا. دلوقتي معايا معلقة كبيرة ونص من النسكافيه. او القهوة سرية الزوبان. هبدأ كده احط عليها معلقة كبيرة ونص برضو من الميا الدفية. تمام? او الميا السخنة. وادوبهم مع بعض كويس جدا. وتأكد ان ما فهمش اي آآ تكتلات. وبعد كده هضيفهم على الخليط بتاعي. وبنفس المضرب برضو هنبدأ نضربهم كده كويس. بعد كده هضيف المواد الجفة. عبارة عن كبايتين وربع من الدقيق معاهم ربع كباية من النشا. وكمان ربع كباية مش مليانة. آآ من الككاو الخام. تمام? سواء الاسباني. آآ وده افضل نوع تجيبوه الككاو الخام الاسباني او المعلب بتاع الشركات. بس يكون مش عليه سكر. يكون خام. عشان يعزز معي النكهة آآ بتاعت القهوة. وكمان يدينا لون حلو. هبدأ كده اقلب بالشكل ده كده. العجينة الباسكوت او الكوكيس مش بتحتاج عجن خالص. احنا مجرد ما بنلم العجينة كده بالمعلقة. او بادينا بتتلم معينا. اهم حاجة نتأكد ان ما فيش اي دقيق خالص. آآ او المواد الجفة موجودة معنا في البولة. وان العجينة كلها باقت حاجة واحدة. بعد كده هبدأ اشكلها. هجيب بقى معلقة صغيرة خالص. اللي هي اصغر حاجة في المعالق المعيارية. وهبدأ ايس بها كده الحبات بتاعتي. بحيث ان كلهم يكونوا نفس الحجم من غير بقى ما نحتاج ميزان خالص. زي ما انتو شايفين تشكيل بتاعها زهلي جدا. الاول بنقيس كده الكمية من العجينة على قد المعلقة. بعد كده بقورها على شكل كرة بين ايدي بالشكل ده كده. بعد كده الكرة دي بخليها مستطيل. زي ما انتو شايفين كده. وبالصباعين اللي هم الصباع الكبير واللي جنبه بعملها كده آآ شكل حبة البون. هكامل بقى التشكيل بنفس الطريقة. بنقيس الاول كتعة العجينة. بعد كده بنكورها بين ايدينا. وبعد كده بنعملها كده زي ما انتو شفتو. عشان تديني شكل مستطيل. ونسويها كده اهم حاجة العجينة ما تكونش مشاقة معنا. كمان العجينة دي لو حاسيتوا ان هي نشفة او زيادة عن اللزوم. هتحتاجوا تزياد دفولها معلقتين او معلقة كبيرة من السمنة. تمام? على حسب هي مشاقة دقي معنا. ولو لقيتوها آآ طارية او زيادة عن اللزوم وبتلزق جامد. معنا كده ان هي محتاجة رشة كده او شوية كده من الدقيق. ونبدأ نقلبها تاني ونشتغل بها زي ما احنا عايزين. دلوقتي انا خلصت كل الكمية. وهبدأ كده اجيب آآ او بضهر سكينة ونعمل آآ زي آآ خط كده في النص. تمام? زي ما انتو شايفين عشان تديني شكل حبة البن. ويكون شكلها لطيف اوي وظارفة جدا. زي ما انتو شايفين كده. اهم حاجة واحنا منضغط ما نضغطش جامد بحيس ان هي تطقطع مننا. لا احنا عاودينها بس تاخد شكل كده بسيط يعني مش عاودينها تدخل لجوه اوي. زي ما انتو شايفين بيكون شكلها حلو جدا. طبعا في الفترة دي انا مشغل الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. تمام? ليه? عشان يكون سخن معي قبل ما دخل فيه الكوكز او البتيفور. تمام? آآ لو حابين تضمنوا احسن نتيجة للتسوية يفضل انكم تدخلوا الصواني التلاجة لمدة نص ساعة عشان تمسك نفسها كويس جدا. ولما تيجوا تحطوها في الفرن ما تفرش معاكم. تمام? هندخلها على درجة حرارة مية وتمانين على الرف اللي في المنتصف. لحد ما تاخد آآ يعني تحسوا ان هي تمسكت كده. وعملت زي نفس تسوية الغريبة كده. تمام? اللي هي مسكت نفسها. وتيجوا تقلبوها كده بالراحة بالمعلقة. تلاقوها بتتقلب معكم. بتطلع بسهولة من الصينية. هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. بتاخد حوالي ربع ساعة. بتكون جاهزة معنا وزي الفل. لازم اول ما تخرج من الفرن ما نلمسهاش خالص. هي زي الغريبة كده بتبصم. لو لما استوها وهي سخنة. لازم تسيبوها لحد ما تبرد تماما. وبعد كده تبدأوا تخرجوها من الصينية تلاقوها بتخرج معاكم بسهولة جدا جدا. فواديكم شكلها دلوقتي. عايزة اقول لكم في منتهى الجمال بتدوب في البقه حرفيا. ولاحظوا ان العجينة دي ما استخدمناش فيها بيكنج بودر خالص ولا كمان فانيليا. يعني هي قريبة اكتر من البتيفور. تمام زي ما انتم شايفين بصوا عاملة ازاي تحفة بجد. انا سيبتها لحد ما بردت خالص وبعد كده بدأت اورها لكم. دي التسوية بتاعتها من تحت. بتكون بالشكل ده كده. فتحتها كده معاكم بصوا دايبة دايبة جدا. بتدوب في البقه. هتبقى ادمان بالنسبة لكم حرفيا. شايفين عاملة ازاي بتكسر كده زي البسكوتة بس مش نشفة. هي دايبة خالص. زي البتيفور والكوكس. هبدأ كده اعبيها في علب محكمة الغلق. عشان كده احافظ عليها من اي حاجة ومويه كمان عشان الرطوبة. تمام? هبدأ قفلها كويس جدا. عملت معي من العلب دي. حوالي تلات علب مليانين. عملت بالزبط. هيعجبكم وتدعوه لي على الطريقة دي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل. عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. تسيبوا لي اي كومنتيس وغير منكم خالص. عشان يدعمني كده ويرفع معي الفيديو. وعشان نتعرف على بعض كده. واتشرف بكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة حبيب قلبي.